التوازن البيئي عرفنا من الدرس السابق وجود علاقات بين الكائنات الحية وذلك بهدف الحصول على الغذاء والبقاء على قيد الحياة كذلك توجد علاقات بين الكائنات الحية والمكونات غير الحية مثل الماء والهواء والشمس والطربة وكل هذه العلاقات توجد كنظام بيئي والآن لنعرف معا ما النظام البيئي النظام البيئي انظر إلى هذه الصورة التي أمامك ثم فكر ماذا تمثل هذه الصورة تمثل الصورة مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية وهي الفأر الثعبان السنجاب النباتات وأشياء غير حية وهي الحصاء أوراق الأشجار المتساقطة الماء وكلها تتفاعل معا إنها تسمى نظاما بيئيا والآن هل يمكنك وضع تعريف لمصطلح النظام البيئي؟ وكذلك ما مكونات هذا النظام؟ مفهوم النظام البيئي عبارة عن مساحة طبيعية تحتوي على كائنات حية وأشياء غير حية تتفاعل معا باستمرار مكونات النظام البيئي يتكون النظام البيئي من ألف مكونات حية مثل الحيوان والنبات باء مكونات غير حية مثل الطربة الماء الهواء الطو اقترح بيئة أخرى بعض البيئات مثل بيئة صحراوية بيئة مائية بيئة جليدية بيئة ساحلية إلى آخره اجمع صورا لهذه البيئات تصف العلاقات المختلفة بينها وارفقها بملف أدائك والآن لنعرف كيف تكون العلاقة بين المخلوقات في النظام البيئي من خلال النشاط التالي النشاط الأول الحياة معا انظر إلى الصورة التي أمامك ما الذي تمثله هذه الصورة؟ هذه الصورة تمثل نظاما بيئيا يتضمن علاقات مختلفة بين مكوناته وهي نبات وحيوان وهي مكونات حية التربة وهي مكونات غير حية حدد العلاقة بين النبات والتربة النبات يمتص الماء والأملاع المعدنية من التربة العلاقة بين النبات والحيوان الحيوان يتغذى على النبات العلاقة بين الحيوانات وبعضها البعض بعض الحيوانات تتغذى على حيوانات أخرى التوازن البيئي هو استمرار التفاعل بين مكونات البيئة باستمرار ما لم تحدث ظروف تؤدي إلى اختلال هذا التوازن تتنوع الأنظمة البيئية فقد تكون صغيرة المساحة مثل قطعة أرض أو بركة مياه وقد تكون كبيرة مثل الغابة أو الصحراء أو المحيط الكرة الأرضية تعتبر نظاما بيئيا موحدا تتفاعل المكونات البيئية باستمرار ما لم تحدث ظروف تؤدي إلى اختلال النظام البيئي هذه الظروف قد تكون طبيعية مثل البراكين حرائق الغابات الأعاصير إلى آخره تؤدي التغيرات في الظروف الطبيعية إلى اختفاء بعض الكائنات وظهور كائنات أخرى مما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي أو بسبب تدخل الإنسان مثل قطع الأشجار تجريف التربة تسرب النفط في مياه البحار والمحيطات التفجيرات النووية إلى آخره كذلك إدخال كائن حي إلى البيئة أو إخراجه منها مثال في أوائل القرن العشرين قام الأمريكيون بصيد الذئاب لأنها كانت تأكل الدواج والماشية فتناقص عدد الذئاب إلى أن اختفت ونتيجة لذلك زاد عدد الغزلان مما أدى إلى قلة النباتات فهلكت معظم الحيوانات التي تأكل النباتات وهاجرت الطيور يأخذ الاختلال في التوازن البيئي فترة زمنية قد تطول أو تقصر حتى يحدث توازن جديد والدليل على ذلك اختفاء الزواحف الضخمة العملاقة مثل الضيناصورات نتيجة لاختلاف الظروف الطبيعية للبيئة في العصور القديمة مما أدى إلى انقراضها أثر الافتراس على التوازن البيئي الكائنات المفترسة تخلص جماعات الفرائس من الأفراد الضعيفة أو المريضة يسمح ذلك للأفراد القوية في جماعات الفرائس بالبقاء على قيد الحياة والتكاثر لتضيف إلى الجماعات أفرادا قوية ماذا تستنتج من ذلك؟ تعمل علاقة الافتراس على تنظيم أعداد جماعات الفرائس وهي بذلك تلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن في النظام البيئي عرفنا الآن أن علاقة الافتراس تسبب ثبات أعداد الفرائس فهل سألت نفسك ماذا يحدث إذا لم توجد كائنات مفترسة؟ إذا لم توجد كائنات مفترسة ستزداد أعداد الفرائس ولا تكفيها موارد الغذاء المحدودة وهذا ما يسمى التنافس فتموت جوعا أو لا تجد المأوى أو يصيبها الضعف والهزال فتصبح فريسة للأمراض لتنتهي حياتها بالموت سؤال اختر الإجابة الصحيحة تعمل علاقة نقط على ثبات أعداد الأنواع التكافل أم التطفل أم الإفادة أم الافتراس أحسنت فعلا الإجابة هي الافتراس سؤال آخر اختر علامة صواب أو علامة قطب تدخل الإنسان في البيئة يعمل على الإخلال بالتوازن البيئي أحسنت أثر الترمم على التوازن البيئي للترمم أهمية كبرى للنظام البيئي فالكائنات المترممة مثل البكتيريا والفطريات تتغذى على جثث الحيوانات الميتة وتؤدي خدمات جليلة للنظام البيئي مثل رقم واحد تحلل جثث المخلوقات الميتة فتمنع تراكمها على سطح الأرض رقم اثنين تعيد الكثير من العناصر الكيميائية الغذائية مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور الحبيسة داخل تلك الأجسام الميتة لتستفيد منها الكائنات الحية رقم ثلاثة استفاد الإنسان من الكائنات المترممة في بعض الصناعات مثل صناعة الخل ودباغة الجلود مما سبق يتضح لنا أهمية المخلوقات الضقيقة المترممة حيث إن نشاطها ضروري لكائنات حية أخرى لذلك ماذا يحدث إذا توقف نشاط الكائنات المترممة إذا توقف نشاط الكائنات المترممة تتغطى سطح الأرض بجثث الكائنات الميتة تظل العناصر الكيميائية الغذائية مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور وغيرها حبيسة تلك الأجسام الميتة ولا تعود للبيئة مرة أخرى لتستفيد منها الكائنات الحية سؤال يختر الإجابة الصحيحة تتغذى الكائنات المترممة بوسطة تحليل أجسام الكائنات نقط الحية المريضة الميتة أحسنت فعلا الإجابة هي الميتة ملخص الدرس تعلمنا من الدرس أنه يتألف النظام البيئي من مكونات حية وأشياء غير حية توجد علاقات بين الكائنات الحية وبعضها البعض بغرض الحصول على الغذاء عرفنا أن التوازن البيئي تفاعل بين مكونات البيئة باستمرار يحدث الإخلال بالتوازن البيئي بسبب الظروف الطبيعية أو تدخل الإنسان كذلك تعلمنا أن علاقة الافتراس تعمل على تنظيم أعداد جماعات الفرائس مما يؤدي للحفاظ على التوازن في النظام البيئي الترمم له دور في التوازن البيئي عرفنا أن الكائنات المترممة تحلل جثث المخلوقات الميتة فتعيد العناصر الكيميائية الغذائية للطربة لتستفيد منها الكائنات الحية عرفنا أيضا أنه يستفيد الإنسان من الكائنات المترممة في بعض الصناعات مثل صناعة الخل من قصب السكر دباغة الجلود صناعة الزبادي أسئلة مراجعة الدرس الثاني السؤال الأول ما أثر الترمم على التوازن البيئي؟ الإجابة تعمل الكائنات المترممة على تحليل البقايا العضوية أو أجسام الكائنات الميتة فتعيد للبيئة العناصر الغذائية مرة أخرى لاستمرار الحياة لتستفيد منها النباتات السؤال الثاني ماذا نعني بكل مما يأتي؟ رقم ألف النظام البيئي رقم ب التوازن البيئي الإجابة النظام البيئي مساحات طبيعية تحتوي على كائنات حية وأشياء غير حية التوازن البيئي التفاعل بين مكونات البيئة الحية وغير الحية السؤال الثالث ماذا يحدث عندما؟ رقم ألف تختفي البكتيريا تماما من النظام البيئي رقم ب تختفي أسماك القرش التي تتغذى على الأسماك الأخرى الإجابة رقم ألف عندما تختفي البكتيريا تماما من النظام البيئي يحدث خلل في التوازن البيئي لعدم تحل الجثث الكائنات الميتة والاحتفاظ بالعناصر الكيميائية حبيسة داخل تلك الأجسام الميتة فلا تستفيد منها الكائنات الحية رقم ب عندما تختفي أسماك القرش يحدث خلل في التوازن البيئي حيث سيزيد عدد الأسماك الأخرى وبالتالي يحدث نقص في الغذاء الموجود ثم تموت الأسماك من الجوع السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة من كل مما يأتي ألف يتكون النظام البيئي من نقط كائنات حية أم أشياء غير حية أم كائنات حية وأشياء غير حية أحسنت 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 فعلا الإجابة هي مقاومة التلوث البيئي جيم تسبب علاقة الافتراس نقط أعداد الفرائس ثبات أم تضاعف أم انخفاض أحسنت فعلا الإجابة هي ثبات دال تتغذى الكائنات المترممة بوسطة تحليل أجسام الكائنات نقط الحية أم الميتة أم الضعيفة أحسنت فعلا الإجابة هي الميتة ها إذا لم توجد كائنات مفترسة فإن حيات الفرائس نقط تطول أم تنتهي بالموت أم لا تتأثر أحسنت فعلا الإجابة هي تنتهي بالموت واو من الكائنات المنقرضة بسبب تغير الظروف الطبيعية بالبيئة نقط الأسود أم الحشرات أم الضيناصورات أحسنت فعلا الإجابة هي الضيناصورات ترجمة نانسي قنقر